تحية مشاهدين أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي من استوديوهاتنا في الدوحة سنبدأها من العراق حيث توافد أنصار التيار الصدري إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد للتظاهر احتجاجا على تكليف محمد شايا السوداني برئاسة الحكومة وقد أغلقت القوات الأمنية في وقت سابق المنطقة الخضراء تحسبا لخروج التظاهرات التي تتزامن مع جلسة مقررة لمجلس النواب اليوم حيث أعلن أنصار التيار الصدري عزمهم منع عقد الجلسة هذه الصور تأتين مباشرة من العاصمة العراقية بغداد حيث نتابع تجمعات لأنصار التيار الصدري يذكر أن أمنيا أغلقت كل منافذ المنطقة الخضراء عقدت اجتماعات أمنية سواء من قائد عمليات بغداد أو من رئيس الوزراء المكلف مصفى الكاظمي لتأمين هذا اليوم في العاصمة العراقية قائد عمليات بغداد قال إن الخطة الأمنية قائمة لتأمين مظاهرات اليوم التي أعلنها التيار الصدري احتجاجا على عقد جلسة للبرلمان مخصصة لمنصب رئيس الجمهورية متابعة للوضع في العاصمة العراقية عبر الهاتف ينضم إلينا الآن مراسل تلفزيون العربي تحسين تهى تحياتي تحسين دعنا في صورة ما يجري خاصة أن أنصار التيار الصدري بدأوا بتوافد منذ ليل الأمس وصولا إلى هذه اللحظة ما الذي جرى وما الذي نتوقعه في الساعات القليلة القادمة نعم قبل قليل تمكن المتظاهرون من أبور جسر الجمهورية باتجاه الذهاب إلى المنطقة الخضراء واقتحام أسوار المنطقة الخضراء رغم أن هناك كانت مجموعة حواجز من الكتلة الكوينتريتية موجودة في أربعة أطوات إلا أن المتظاهرون لكثافة أعدادهم تمكنوا من أبور هذه الحواجز جميعا واختراق هذه الحواجز رغم انتشار قوات الأمنية التي لم تستطع مواجهة هذه الشهود الكبيرة وبالتالي من المرجح جدا يتم اختراق أسوار المنطقة الخضراء مرة أخرى كما حدث يوم الأربعاء الماضي نحن الآن باتجاه المنطقة الخضراء وتحديدا مدخل جسر الجمهوري نرى هناك عملية قطع للشوارع من قبل القوات الأمنية ورجال شرطة المرور كما أن هناك مشاهد من بعيد توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين وهم يريدون عبور جسر الجمهورية والذهاب إلى المنطقة الخضراء كما شاهدنا مجموعة من الصور والفيديوهات التي تم تداولها على منصات مقربة من السيارة الصدري تؤكد وتوثق عملية الاختراق والعبور باتجاه المنطقة الخضراء حتى هذه اللحظة المشهد يبدو أنه سوف يتكرر كما حدث يوم الأربعاء الماضي تحسين دعنا نستذكر سويا ما بين يوم الأربعاء التي خرج فيه أنصار طيار الصدري احتجاجا على تكليف محمد شعيع السوداني من قبل الإطار التنسيقي اليوم الجلسة مخصصة لمنصب رئيس الجمهورية وكان هناك تهديد واضح وصريح من الطيار الصدري بأن المظاهرات ستنطلق في حال عقدت هذه الجلسة ما بين الأربعاء والسبت تحسين ما أبرز ما حصل حقيقة لا يوجد جلسة اليوم هناك تأكيد كان ليلة أمس من اللجنة القانونية النيابية بأن لا يوجد هناك جلسة لعدم وجود التوافق ما بين القوى السياسية سواء في البيتين الكردي والشيعي على الرغم من أن هناك كان حديث عن قرب الحسم وتأكيدات من قيادات رفيعة بأن الحسم بات قابق أو سينة وأدى وأن هناك إمكانية لتمرر حكومة بتكليف من رئيس الجمهورية في أقرب جلسة وكان حديث عن جلسة السلس لكن لم يتم تحديد موعد الجلسة رسميا وكان هناك تأكيدات من نواب عدم انعقادة جلسة كما أن هناك اشتراطات من كتل سنية وكردية لحضور الجلسة أيضا لم تتحقق هذه الاشتراطات وبالتالي لطار تنسيقي شكل لجنة من قياداته العليا لستفاوض مع هذه القوى وإثنائها بمحاولة إكمال النصاب القانوني للجلسة وهو ما يقارب من 220 نائب وهذا طبعا صعب يتحقق ما لم يكن هناك توافق أي ما يشكل ثلثي عدد مجلس النواب كون هناك خلافات ما تزال مستمرة على المرشحين وعلى آلية ترشيل الحكومة وأيضا تقديم المناصب بين القوى السياسية بالتالي أن الجلسة لن تنعقد ما ليش تحسين اسمح لي فقط لنؤكد هذه النقطة لأن كل الأخبار والمصادر كانت تتحدث عن جلسة مرتقبة الآن نستطيع القول بأنه لا جلسة ستعقد في البرلمان اليوم لا تعقد الجلسة وهذا ما أكدته اللجنة القانونية النيابية ليلة أمس ولم يكن هناك أي إشعار من دارة الإعلامية لمجلس النواب لوجود جلسة لكن المتظاهرون من أنصار سيارة الصزر ومن يؤذرهم قالوا بأن حتى لو لم تنعقد الجلسة فأن يوم السبسة ويكون هناك تظاهر واحتجاج وقد يكون هما كما أسمعوا بثورة عشوراه لنهاء الوضع والذهاب باتجاه إجراء انتخابات مبكرة أخرى وبتشكيل حكومة قد تكون حكومة الطوارئ تمهد لهذه الخطوة مع التأكيد على حل مجلس النواب وحل مجلس القضاء الأعلى وأيضا هناك نية لدى عدد من المتظاهرين للذهاب لتظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى الذي أيضا يشهد المبنى تحصينات كبيرة لكن يبدو أن بعد اختراق المنطقة الخضرية سيكون سهل عليهم الوصول إلى هذا المكان واختراقه أيضا إذن يبدو أن الدفع سيكون خلال المرحلة الحالية من قبل على الأقل أنصار الثيار الصدري نحو انتخابات جديدة يعني تحسين بعد ما جرى يوم الأربعاء واقتحام أنصار الثيار الصدري لمبنى البرلمان خرجت القيادات من الطيار وعلى رأسها مقتضى الصدر قائلة إن الرسالة وصلت للأطراف العراقية ولكن هذا المشهد الذي نتابع حاليا من العاصمة بغداد يأتينا مباشرة المئات يتسلقون الأسوار ويكملون الطريق نحو المنطقة الخضراء على ما يبدو أن الرسالة لم تصل لباقي الأطراف العراقية كما افترض الصدريون فماذا عن تصريحات القيادات الأخرى قيادات الإطار التنسيقي؟ يعني بعض قيادات السيار الصدري قالت نعم أن الرسالة وصلت لكن يبدو أن الرسالة وصلت لكن لم يتم التفاعل معها كونها قُبلت بتأكيدات من قيادات الإطار على المضي بتشكيل الحكومة وبالمضي والتمسك بمرشح محمد الشيع وبالتالي هذا الرد وهذا الموقف زاد من التصعيد وزاد من التوتر الشعبي وسياسي وبالتالي نشاهد اليوم هذه التجمع وهذه التباهرات والاقتحام الذي ممكن أن يتصاعد أكثر كون هناك معلومات عن وصول عدد من المتظاهرين من محافظات أخرى من كربلاء والنجف والبيقار وحتى ميسان وبابل وبالتالي هذا سيؤدي زخم أكبر للمتظاهرين وأيضا يزيد من رقعة الاحتجاجات نحن الآن وصلنا إلى سحة التحرير مشيا لأن هناك قطع طريق من نسافات بعيدة جدا وبالتالي نشاهد الآن الساحة فيها دشار كبير للمتظاهرين وأيضا القوات الأمنية متواجدة لكن بإعداد قليلة من قوات الشرطة الاتحادية أما مكافحة الشغب لا نشاهد الآن لأن هناك عملية عبور قد تمت للحواجد نشاهد الآن بشكل واضح بأن هناك تجمع أمام القطوعات الموضوعة أمام المتظاهرين ترجمة نانسي قنقر